اشتركوا في القناة فأتاهم الله من حيث لم يحسبوا وقد ففي قلوبهم الرعد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله ومن يشاق الله فإن الله سليل العقاب ما قطعتم من لينة أو درستموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أتاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليهم من خير ولا ركاب ولكن الله يسلق رسوله على من يشاب والله على كل شيء قدير ما أتاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فقدوه وما لهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينقرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفتهم ولو كان بهم خطافهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ألم تر إلى الذين لا تقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننفرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينفرونهم ولإن قوتلوا لا ينفرونهم ولإن نقروهم ليولن الأدبار ثم لا ينفرون لأنتم أشد رغبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقرون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عنقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرُ وَالْتَنْظُرُ لَتْثُمْ مَا قَدْتَمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْتَا هُمْ أَنْتَتَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكذر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأثناء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم